سبعة قتلى جنوب شرق تركيا ضحية آخر الاشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في مناطق ذات غالبية كردية فمئات من المواطنين في ديار بكر وغيرها من مدن جنوب شرق تركيا جابوا الشوارع محتجين على إجراءات أمنية مشددة بسبب مخاطر عمليات إرهابية بحسب أنقرة من عناصر مؤيدة لانفصالي حزب العمال الكردستاني قوات الأمن ردت بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه فاندلعت اشتباكات وصفت بالأعنف في المنطقة منذ انهيار وقف إطلاق النار مع الكردستاني يوليو الماضي التوتر المستمر جنوب شرق تركيا منذ شهور يراه كثيرون مرتبطا بانتصارات تحققها وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا فأي تقدم يسجله أكراد سوريا وتمددهم بمحاذاة الحدود مع تركيا يزيد القلق التركي عن تجدد النزعة الانفصالية في مناطق ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق البلاد لا سيما وأن الإدارة التركية ترى الأكراد في سوريا مسؤولين عن تهريب أسلحة إلى أراضيها والتسبب بما تراه أعمال شغب في مدنها أرفد الجنابي العربية